صباح الخير مشاهدينا وينما كنتوا عم تتبعونا بليبنان وفي كل أنحاء العالم حنما وعدتكن مع نيتر واليوم مارك ويجي يبعى أسئلتكن أكيد بعتولك أسئلة صباح الخير مارك على الواتساب وأنت دائما بتفضل أن يبعثوا لك كمينا صور تقدر تشوف النبتة وتعطي رأيك وتقول لهم أكيد شو المشكلة بونجور مارك كيف فك سبا هير اللي أنا دائما بفضل الصور لأنه أوقات التشخيص سبا العالم بيكون أوقاتك ما بنفهم عليها مثلا عن نبتة معينة بيقولولك لون شي بيطلع لون شي أو مثلا بيقولولك ماتت بسي وفي أنواع وحسب لوراقش وبهون يعني ما فينا نعرف هكي سؤال بالسورة سأنا دائما مفضل على إنستغرام فيسبوك أو حتى على رأم الواتساب رأتونا الصور هيك منذر أكتر ونحنا بنرجع من حطهم ونرجع من الجزيب عليك مئة بالمئة بديك نبلش بالسور ساليوم عنا إذا بديك هيك تشكيلة أسئلة جديدة في منهم منهم هون هيدا أول بلانت حدا بعتلي أنه شو هي هيدا البلانت اللي بتغير لونه وليحطها كتير حلوة فهيدا هي اسمها برون فلسيا هلأ واحدة من أسمية أستافل كتير مهضومين والهيك يعني حلوة بدل على الأسل بسموها إيار جولويدوما هيدا اسمها لأنه بارح اليوم وبكرة صح لأنه كل زهرة بتكون مبارح لون اشي اليوم لون اشي وبكرة لون اشي زهرة زيتا بتغير سو متل ما شفت على الصورة بتكون ماشي بتاعتي كازالون زهرة زيتا بيغير لونه سو تطلع عليها تكون هيك ترجع هيك ترجع هيك ترجع هيك سو حلو فهيدا البلون فلسيا ريحتها رائع في منها بلبنان؟ بكتير في منها بلبنان هلأ ليه مانا بارك كامن قد القردان يعني أنا أوقات العينية نجزة أصعب بس هي ريحتها رائع يعني الناس بتنصدم أنه هالنبت هالقادة ريحتها حمع هادك منه؟ يس يس وخير مش رحط الصورة بس هيك تشوف الداهكة مميزة هالبلونت يعني الزهرة مثل ما تشوفها هون عزيت البلونت هون مش كازا واحدة واحدة بيضة اللي تحت هنا شوية روز وموف اللي بالنص يعني سو بيتغيروا هيدا البلونت بتحب ليلة موف وأبيان صح هلأ العينية فيها إنه لما أقول أصعب شوي شو يعني أنا بدنا نتبه لأنه ما فيها تعتش كتير يعني بتحب الفلسان ومي أمبر بيمشي حالها بس حساسة على إذا ما في درانج للماء يعني مهم الماء يتصرف كل البلانتات أصلا بس هي حساسة كتير يعني هي بتوجع رأس إذا واحد من تبه حد غازون أو شيء صح يعني غاردينيا مثلا فيها توصل لما ترح حدا نسيها يمكن سبعة اثمانتيام بدون ماء بس تسيئة بترجع هون أصعب يعني منا بزيت الواء هيدا كان أول أول صورة عنا ياهلا اليوم عن برونفلسيا نجع نشوف هلأ أكيد كاتين كمانا لشغلتين وسطنا وبتعرفي أنه حاليا أغلبية المشاكل هنه رليتت لسقاية لأنه عم بيجي شوب مرعب يعني ايه ومعوادي مثلا إذا عم نسقي ديجا كنا كل جمعة لازم نسقي كل ثلاث أربعة أيام بهالشوب هاستخف هي صورة أوركيد بس مش الفرينوبيسس اللي هو اختصاصي كدايم هادي غير نوع اسمه دندروبيوم وعم بيسألونا أنه شو فينا نعملها وهيكا شو ما عمتع تزهور؟ ما عمتع تزهور ولكن كيف كمانا مطلع هيك كتير من بينين شوية شاتيف الكيجات ومثل عندها شي من الفوق مفرخ فالفكرة الأساس بالدندروبيوم أنه هي منها مثل الفرينوبيسس الدندروبيوم هي أوركيد تطلع تيج عليها ورق بس ها تيج كل سنة بتموت بيطلع غيرها عليها ورقه بتزهير هون هون اللي هون ما بيعرفو هل سنسقيها بنفس الطريقة من تحت تشلوش هل سنقل احسن لا هون هي في تراب اصلا والتنمي بخير تلتفرن فأنا نعرف اذا بتعوز ماء ولا لا أنو بل ترانسبران نقشع اذا سنلاحنا عبيدات في العديد هنا شو لهغير نسقيه لذلك هل سنجعلها بيطلب محترفة بالتضرب هذو هون هل اذا سئناها تختيس يمش الحال هل ماشي ما يبقى ما يبقى بالكشبه والفكرة الأساسية كمان أنه تتزهر هيد الأوركيد هي بنتسميها هافي فيدر يعني بدلها تأكل بدلها تتغذى نعطيها فيتامينات نعطيها كتير فيتامينات وخاصة بالجرويك سيزن مش بس نعطيها ماي مية بالمية وخاصة أوقيت الماي كالسيري كمان بتأسير صح فهون نبين أنه هي ما عم تقدر تزهير لأنه ما في معادن فإذا منجيب بلومبوستل نجيبها للأوركيد تاني بنعطيها كل فترة تحب الشمس؟ لا هول النوع من الأوركيد سني أمبر يعني إذا بدك تحطيها بره فيك بس تحت شجرة وعى السحل مش أنهم نحطها بره وبشمس هيك فمشوف كمانا بعد تالت صورة هلأ عنا صور عن حامض عنا عن نيلندي هون حنشوف صورتين لحامضة أول شيء تراب أول شيء مية بالمية أكيد عايز تراب بس شوف هذه الصورة تانية تشوف الوضع الكارسي تبعها كيف يلي هي كيف دغري هيك عبلك كرنشل مية بالمية هاد الكلمة العلمية تبعها كرنشور هلأ هون شو اللي عم بسير أول شغلة نوع التراب اللي هي مزروعة فيه هو من التراب اللي ما بيقدور يعمل ووتر ريتانشن يعني بتسقيها بتروح فواحد لازم نزيد التراب واثنان مش حيالة تراب يعني ما بدنا نحطها مثل الترابات اللي أنا عطينا ما نحط مثل تورب مع خلطة تلما تسقي أتليست ضلها المي حوالها شلوش هلأ ما نيعطع له هامد السجل بيسقو بيرجعوا يعني الحامض قوي منع أنه ماتت هيدا شجرة هلأ ماشي بتسقيها بترجع ده غير بتقب بس لازم نعمل خلطة لقلة تكون عن جد تخلي المي تبقى خاصة هون هون النوع من الدورف حامض من نسميهم دورف ليلة أوش هي صغيرة بوية صغيرة سوما عندك كتير مطرح تحطها المي وتخزن تضينا يومين من السقاية مئة بمئة فبهيدا الكيات الحامضات المزروعة بالبو السقاية هي كتير كريتكل ما بقدر عطشها وترابيتها كيف كمانا هيك يعني أنا بنصح يعطيها كمانا غزية ببيتاميات مئة بالمئة أنا بهيدا الكيات بنصح يكبروا شوي البو هيكي أزبط للا النبتة دال عندها ما يحاوليها ونتعلم نصقيه ويمشي الحال لأن إذا فتردي هون كريتا نصقي نزبط للا البو كل شيء مضبوط فهيدا الكيات كتير مهم لي لأنه فتردي أنت كنت كلها السنة أفريل وماية كنت لنقول هون عم تسقي مرتين بجمع هيدا خلاص صرنا هلأ بجون هلأ عم تعالى بعد في جولاي بأوغس وهون بدي زيد الوطر فريقونسي يعني قسقي شوي أكتر أوكي كمانا بنشوف صورة يعني هلأ عنا كتاب قليك عنا كتير من النباتات يلي عم بيكونوا كتير ترندي مثل هيدا البلات هون هيدا البلات اسمها بيرد أو بارديس أو وزودو بارديس آه هاي بس هيدا النوع اللي بيعضى نحن نشوف لزهور نحطن من الشريون نحطن بالمزهرية يعني معالما سأتألك شو عم بيصير مشاكل بهذا البلات ما بيعرف ليه كتير صور على جوجل وعا فيسبوك عم بيفرجوه عنه هي اندر عم بيشوف بالفليو شو عم بيفرجوه هيدا الانكسر عندن وهنا عم بيسألون هيدا كان في عم بيقولولي هون أنه كان فيه ورقة وانكسرت عم بيسألولي أوكي سأتألك شو مشاكل هيدا النباتات عم نشوف كتير مثلا بمجلات متخصصة على جوجل وعا فيسبوك أنه هيدا حطينا جوه وهي كم هاي البلانت ما فيها تعيش جوه فهي اتسن اودور بلانت يعني وما عندها مشكل شمس بيقولولي حطيتها جوه لأنه حسات الشمس ده رابطة هيدا البلانت بتعيش عفاشية الموج ما عندها مشكل بتحب الشمس كيف ماجت تانية مية بنيا سو لما نحطها جوه بتبطل هي كتير مبسوطة فشو اللي لازم نعمله إذا قررنا نحطها جوه مثل ما بفرجونا بالصور نحطها بمطرح في باك سويا في ترى كتير كبير إذا بدي ضو كتير بدي هوا كتير مشال ما تشائع بدي شمس بدي هوا بدي ضو هيدا الفكرة كيف نسقيه هلا نسقيه حسي أنه البلانت بتير صغير هو صغير من نسبة لأ بس الأساس طبعا هي مانا موسوطة بمطرحة سو لما ما تكون موسوطة غيرولة مطرحة لكينا بتشوف كيف الورقة اللي ورقة مشققة هيدا تشقيق تبع الورقة هيدا بدل على هيا لازم نقصها هالورقة هلا إذا قصنا هلا بتكون بتضعف النبطة أحسن نمطر لأيطلع ورقة جديد لأنه الورقة لو ما انهم نيح هو بيعمل فوتوستنتاز بيعطي غزة للنبطة بيعطي غزة فأول شي تنجح عن اللون هولا نباتات مش معمولين للإندر إذا قررتوا تحطوهم إندر قريب على شباك ويكون في تهوئة بيرجع بيمشي حالا ملحق بعد بيخد بعد آخر صورة هون الصورة هي دائما منحكي عنه الليلاندي إذا منتبهى في جزوعة كعبة وكيف عم بيصيروا بنا وعم بيموتوا تعصرية تقول أنه الليلاندي هي نبتة عملها شجرة عملها الإنسان سمشان ريكي شوية ضعيفة ليه بقول تمرد هون أمراض الفطرية إذا محطوطها بمطرح في باكافلور أو مزروعة حد جزو على كترة السقاية بيصير في أمراض الفطرية وخاصة اسمهم فيتوفترة شو يجب أن يعملوا هون على السريع كتير يبحشوا قدمة فيهم من الغازون يبعدوا عنهم يحطوا السبغازون وعلى القليلة إذا عندهم هيدا الكاو ما في دريناج مرة مرتين بالسنة يحطوا دواء لأمراض الفطرية نخصية تهوئة الشلوش هون مش من فوق بس أسهولة الورق فينا نقصهم فينا فينا نقصهم بسنة لأنهم بشعين مضبوط سيئة عم بتموت الشتلك عمان هيدا هي فيخففوا ماي مايجا ماي يملقزوا على يون البوب أبس ويحطوا إدوية فنجيسايد للأمراض الفطرية بشي مارك على المعلومات هافة بيوتيفول دي بنرجع منشوفك نهاري السبت على الاراض رح نكون سوا مشاهدينا وقفة وأنا برجع بشوفكم مع ناتالي ياغي بيت سمارت شكرا